سوف ترون أن الشيخ محمد غزالي رحمة الله عليه يقول قيّض لي القدر أن ألتقي بالشيخ الإمام الشهيد حسن بنّا رحمة الله عليه قبل استشهاده يكتب الشيخ محمد غزالي بيومين كنت أمشي في طريق الجماميز وكذا المهم يحكي وكيف أنه عانقه وسألوا عن إخوانه المسجونين وكذا ذكرهم بالاسم قال ثم قال لي الشيخ حسن بنّا نحن ليس لنا في السياسة حظ نحن غير محظوظين في السياسة يعني بلغتنا شوي الجامدة يعني نحن فشل في السياسة لم يسأل نفسه ولم تسأل جماعتهم بعد إلى اليوم نفسها لما يفشلون في السياسة طب هو عبقريكم هو منظركم الأكبر وشخصية عندها كاريزمة وعندها أتباع وعندها كذا فشل الرجل قال لي قال لي شيخ غزالي غزالي شاهد صدق رحمة الله عليه ورحمة الله على الجميع ليس لنا في السياسة حظ طبعا واضح وعلى فكرة هو لم يكن له في السياسة حظ بما جنت يداه يداك أوكت وفوك نفخ الذي أردته وطالبته به وانتوا مش عارفينه ما هو ستشوفه بعد شوي شمولية شيخ حسن البنة ليؤمن بتعدلية الأحزاب ممنوع أن يكون في البرد المسلم أي أحزاب حزب واحد فقط وطبعا معروف من هذا الحزب واشه هو وحنشوفه نقرأ كلام وهو رحمة الله عليه وهذا طبق طبق والجماعة كانت ضحية هذا المنطق الذي طالبت به صحيح؟ اشي مرعب فالشيخ البنة يفهم الإسلام فهما شموليا في ناس تظن أن الإسلام غطى كل شيء في الوجود غير صحيح غير صحيح النصوص نفسها محدودة العلماء يدركون أن النصوص كنصوص محدودة معدودة الآيات معدودة الأحاديث الصحيحة المعتمدة معدودة طبع ذلك هناك وقاء كثيرة تستجد للناس وليس فيها بخصوصها نصوص هنا يستخدم القياس دخلنا في الاجتهاد يستخدم القياس فيه كمان عنه الإجماع فيه أشياء أخرى مصادر غير غير ذلك مثل المصلحة المرسلة مثل الاستحسان أشياء أخرى كثيرة لسه وبعدين فيه مجالات الإسلام تعمد أن يتركها بغير تنصيص وجعلها على أصل ماذا؟ على أصل الإباحة وهذه يذهب أن تنظم حياتك فيها وتفنن فيها وتفلسف فيها وشرع فيها كما تريد بما يحقق ماذا؟ مقاصد الشريعة لا شيخ حسن البنة والشيخ سيد قطب الله يرحمهم كانوا يظنوا الإسلام لا لا يوجد موضوع إلا عنده لذلك هو عنده فهم شمولي للإسلام جميل لا بأس هذه على فكرة أقل النواحي خطورة فيه شمولية الفهم لكن الأخطر من هذا شمولية على مستوى آخر دعوته ودعوته من بين الدعوات يعني مصر كانت تزخر بكثير بالدعوات والجماعات وبألوف ألوف العلماء جميل جدا هو قال لك لا بغض النظر عن هذه المعطيات الواقعية فهمي أنا منهجي فهم جماعة التي أسستها هو الفهم الذي يتطابق ويتماه بمعنى آنس تو آنس يعني واحد لواحد الجماعة تساوي الإسلام الإسلام هو الجماعة هذه شمولية خطيرة لا هو يقولها بغير تردد في مواضع كثيرة رحمة الله عليه من رسائله هذه ينبني عليها أشياء خطيرة جدا ينبني وقد انبنى نظرا وعملا مش مشكلة لك هو هيك وهذا بتفسر لك أشياء كثيرة حتى في نفسية أتباع هذه الجماعة جميل جدا ولذلك كما أقول له في الدرس السابق هو جعل جماعته معيار تعيير أي جماعة طب ليش جماعتك؟ اجعله القرآن اجعله الإسلام لا 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 أي إسلام إسلام والقرآن أكمل فهم عندي أعظم تمثيل له جماعتي عمل ممهات تامة بين الجماعة وبين الإسلام مطابقة مطلقة بين جماعة وبين الإسلام هذا ليس لأحد من خلق الله إلا أن يكون نبيا اللي ممكن يقول لك فيه ممهات كاملة بين فهمي وبين الإسلام هو رسول الله ما رأيك؟ أبو بكر ما يقدرش ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا واحد ولا الشافع ولا أبو حنيفة ولا الصادق ولا زين ولا واحد وكما قال الإمام دار الهجرة الإمام مالك يعني ليس حسن البنى كل أحد يؤخذ من قوله ويرد أو يترك إلا صاحب هذا القبر حسن البنى لم يصدر عن هذا المنطق بالمرة صدق صدر عن ضد هذا المنطق تماما وعلى طول الخط الجماعة هي الإسلام والإسلام هو الجماعة مطابقة تامة والجماعة محيطة ما تترك شيء في الإسلام إلا إيه؟ إلا حازته ومن أحسن أطرافه كلام كلام إن شاء كله ما شفنا أثره على الواقع وما شفنا أثره في التنظير كمان ما شفناه التراث العلمي الهائل الذي كتبه البنى أو حتى تلميذ البنى إيه؟ في مئات المجلدات بحيث أنهم أعادوا مثلا إيه؟ أو عرضوا تمثلهم للإسلام الفقه والعصول والتصوف وكذا ما شاء الله في مئات المجلدات ما شفناه كلام هذا يعني إذا دعاوى كلهم يدعي إذن كل واحد ممكن يدعي ويطلق كلمات كبيرة مثل هذه الكلمات لكن معظمه سيكون أجوف كلمات جوفاء ليس لها محصل حقيقي للأسف الشديد شوف إيش كتب الشيخ البنى رحمة الله عليه في لسالة من هم الإخوان المسلمون مرة أخرى أيضا كما قلت في الدرس السابق يغذي فيهم وينفق فيهم حس ماذا حس الذاتية والفرادة وإن شئتم كمان وعبارة جارحة شوية النرجسية إحنا إحنا وبس وإحنا كل شيء وإحنا ما في شيء يقترب منا وما في شيء حتى مثلنا إحنا وبس عجيب وهو منطق ضد منطق القرآن أو ضد المنطق الذي خطب به الرسول أصحابه وأهل بيته إيش كتب رحمة الله عليه في رسالة من هم الإخوان المسلمون أحب أن تتبينوا جيدا من أنتم في أهل هذا العصر من أنتم في أهل هذا العصر وما دعوتكم بين الدعوات وأيّت جماع جماعتكم ولأي معنى جمع الله بينكم وحد قلوبكم ووجهتكم وأظهر فكرتكم في هذا الوقت العصيب الذي تتلهف فيه الدنيا إلى دعوة السلم والإنقاذ فاذكروا جيدا أيها الإخوة أنكم الغراباء الذين يصلحون أو يصلحون عند فساد الناس وأنكم العقل الجديد الذي يريد الله أن يفرق به بين الحق والباطل العمور ملتاثة ومشتبهة عند المسلمين كلهم أنتم تفرقوا الحمد لله غريب في وقته التبس فيه الحق بالباطل وأنكم دعاة السلم سنرى دعاة السلم فعلا تنظيم الخاص والقتل كذا والاغتيالات دعاة السلم وأنكم دعاة السلم وحملت القرآن وصلت الأرض بالسماء دعاة كبيرة رهيبة ما شاء الله وورثت محمد وخلفاء صحابته من بعده